بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في طرق التحمل والأداء والطريق الخامسة وهي الكتابة وصورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره إما بخط الشيخ أو يأمر أحدهم بكتابة ذلك له أنواعها نوعان مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ومجرد عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها حكم الرواية بها أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة أما المجرد عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة لكن السؤال الآن هل تشترط البينة لإعتماد الخط؟ بعضهم اشترط البينة على الخط وادعوا أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف منهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب المكتوب إليه يعرف خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح والله أعلم ألفاظ الأداء المستخدمة مع هذه الطريق التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان كتابة أو أخبرني فلان كتابة الطريق السادسة من طرق التحمل الإعلام وصورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه حكم الرواية بها اختلف العلماء في حكم الرواية بها على قولين القول الأول الجواز وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والقول الثاني عدم الجواز وهو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه نعم لو أجازه بروايته جازت روايته الفاظ الأداء المستخدمة مع هذه الطريق يقول أعلمني شيخي بكذا الطريق السابع من طرق التحمل الوصية وصورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها حكم الرواية بها الجواز وهو قول لبعض السلف وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصله بروايته القول الثاني عدم الجواز وهو الصواب والله أعلم الفاظ الأداء المستخدمة مع هذه الطريق يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية الطريق الثامن من طرق التحمل الوجادة وصورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرفه الطالب الطالب يعرف الخط وليس لهذا الطالب سماع من الشيخ ولا إجازة حكم الرواية بالوجادة هي عدها العلماء من باب المنقطع لكن قالوا فيها نوع اتصال الفاظ الأداء المستخدمة معها أن يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسناد والمتن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم